موسيقى الاربعاء الثاني من اغسطس اهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلاس وتتابعونا معنا اليوم خطة حكومية منتظرة لتفادي نقص القمح والمالية ترصد احتفاظ جهات حكومية بمبالغ في حسابات الامانات لمدة تزيد على الحد القانوني التفاصيل تتابعونا معنا اليوم في اقتصاد بلاس والبداية تكون مع اولى فقراتنا صدى الاخبار موسيقى في صدى الاخبار تلتحق بنا مباشرة زميلة نسرين سلمان وصحيفات صدى الاقتصادية نسرين مساء الخير مساء النور وقاء ونرحب بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا بنا فقرات صدى الاخبار ننطلق مع مرسلة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله جادربو الى رئيس مجلس النواب ما في حواهته المرسلة؟ طبعا تحصل صاحب الصدى الاقتصادية حصريا على مرسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله جادربو الى رئيس مجلس النواب وذلك من استثناء موظفي هيئة الرقابة الإدارية اسوة بموظفي وأعداء من هيئات القضائية المذكورة في قنون جدول الملتبات ولتبات رقم 13 سنة 2023 تضمنت طبعا المرسلة أن المشرع اللي بكثرة لنوظف الحموم العديد من الحقوق المادية والمعنوية وقبلها بعدد من القيود والواجبات اللي تقيدها بها وطبعا وفاوت بينها حسب المهام والمسؤولات المسؤوليات على نحو ما شاء في أحكام القانون رقم 12 سنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل وتعليلاته ونائحتها التنبيلية إلا أن إلابة المشرع والمقتضيات المصلحة العامة تحقيق المعايير قانونية أقضاغة ما بين الحقوق والقيود بموجب قوانين خاصة فرج بها عن مقتضاء القوانين العامة الموظمة لأعمال وفاوتها العامة وفاوتها تزاد من حقوق ومزايا وفئات ووظيفية عامة قبلها بمزيد من القيود ولواجهة طبعا محقق المبدأ العدالة فطالب أن بإستناء موظفي هيئة الرقابة الإدارية بناء على هذه القوانين من جدول المرتبات الموحدة رقم 18 سنة 2020 نعم نمر الآن إلى موقع أفريكا انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي الذي تحدث عن تقارب سري بين بنغازي ودمشق في السنوات الخمس الماضية ما هي تفاصيل ذلك؟ طبعا ذكر موقع أفريكا انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي الاثنين وقال أن أصبح كل من مغازي ودمشق بين مغازي ودمشق هناك تقارب وتماسك أكثر في السنوات الخمس الماضية ومع ذلك فهو يعتبر تحالف سري والوحيدون الذين يستفيدون منهم رجال الأعمال في أقوى دوائل في سوريا وشرك ليبيا حسب الموقع وأضف الموقع الفرنسي أن التقارب بين سوريا وحفتر يوفر فرص تجارية للجال الأعمال من داخل دائرة الأسد وذلك من خلال زيارة مهل الأسد إلى مغازي في سبتمبر عام 2022 علامة طائرة تابعة لأجنى حياة الشام والتي التقى فيها بصدام حفتر لتتويج الشباكة التي تعود لـ 2017 وإبرام صفاقات بحسب الموقع وطبع أشار الموقع الفرنسي إلى روابة البحرية والتي هي في صميم العلاقة والأعمال من دوائل مغازي من محل الأبيض المتوسط وهي تماما من دوائل أرحلة لأجنى حياة الشام وتابع الوقع الفرنسي بالقول أن التنقل عن دريقة البحر اكتسا بشكل خاصة في عام 2021 بعد امتتاح شركة الطائرة للتجارة الدولية والشحن معهد الكانو الملكي الإسباني للدراسات الدولية والاستراتيجية تحدث عن دوري ليبيا في المساهمة بشكل فعال في تأمين احتياجات الطاقة بالاتحاد الأوروبي لو تقدم لنا أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع بالفعل ذكر معهد الكانو الملكي الإسباني للدراسات الدولية والاستراتيجية أن ليبيا ومصر والجزائر التي تمتلك القدرة على المساهمة بشكل فعال وكبير في تأمين احتياجات الطاقة بالاتحاد الأوروبي مع استمرار التدعيات السلبية للحارب اليوسية على أوكرانيا وقال المعهد الإسباني أن عملية بناء المؤسسات وإعادة الإعمار الاقتصادي تظل مهددة دون سلطة شرعية موحدة في ليبيا كما تظل جهود تحول الطاقة المجمدة لكنها صرفت إلى تجدد الاعتمام الأوروبي في مجال النفط الليبي بعد تصديق طرابلس على أثقية باريس في عام 2021 وهو ما فتح الباب أمام شرعيات النفط والباس الأوروبية للأعنام عن شرعية كبيرة للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وطبعا أكد المعهد الأسباني أن القطاع الخاص في دول جمال أفريقيا أظهر الاعتمام مواسع بإستثمار مجال الطاقة الأوروبي وذلك استجابة للمتغيرات التي طرأت في أعقاب الحرب في أكرا وختاما ما تفاصيل تنظيم اتحاد المصارف العربية في العاصمة ترابلس ورشرة عمل مصرفية متخصصة حول موضوع تطبيقات ومفاهم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية طبعا كشف مصرف الجمهورية في تصريح لصحيف الصدق الاقتصادية عن تنظيم اتحاد المصارف العربية في العاصمة الليبية ترابلس ورشة عمل مصرفية متخصصة حول موضوع التطبيقات والمفاهم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية في ترابلس وليهودة 5 أيام بإجمال 25 ساعة الليبية تطبيقية عملية وذلك برعايتهم من مشاركة 35 مصرف وكانت من أبرز موضوع ترشة العمل مفهوم المخاطر المصرفية وإصدارات لجنة بزل إدارة وقياس مخاطر الاعتمال إدارة مخاطر التشكيل إدارة مخاطر السجولة وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وأسليم اختبارات نعم واضح شكرا لك نسري نمر الآن إلى فقرتنا الموالية الأخوار آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعنوين أدبيبا يتابع خطة جهاز مشروعات الإسكان والمرافق لسنة 2023 شك شك يناقش مشروع تنفيذ مستشفى الزنتان العام وخطة حكومية منتظرة لتفادي نقص القمح كانت هذه العنوين وإليكم التفاصيل رصدت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة احتفاظ جهات ممولة من الموازنة العامة للدولة احتفاظها بمبالغ مالية مقيدة بحسابات الأمانات والودائع وذلك لمدة تزيد على الحد المقرر قانونيا وعدم التقيد بحالتها إلى حساب الإرادة العام جاء ذلك في تعميم للوزير خالد المبروك إلى مراقبية المالية في المناطق والمراقبين الماليين بالوزرات والهيئات والمؤسسات وأيضا جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة حسب ما جاء على صفحة المالية بموقع فيسبوك عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميدة بيبة اجتماعا لمناقشة خطة جهاز مشروعات الإسكان والمرافق للعام 2023 وذلك بحضور مدير عام الجهاز محمود عجاج ومديرية الإدارة الفنية بالجهاز بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أيضا وأوضح مدير جهاز مشروعات الإسكان والمرافق أن الأعمال المنجزة من الجهاز خلال العامين الماضيين تركزت على معالجة المختنقات العاجلة في جميع المدن والمناطق مشيرا إلى أن التعاقد على تنفيذ 405 مشاريع جرى استكمال 177 مشروعا في حين يستمر العمل بنسبة فنية عالية في باقي المشاريع أعلنت المؤسسة الوطنية لنفط نجاح عمليات الحفر لأول بئر استكشافية تابعة لشركة سيرت إلى جانب الانتهاء من أخرى بحق الزلطن النفطي وقالت المؤسسة في منشور عبر صفحتها أن نتائج الحفر للبئر كانت إيجابية وقد بلغ معدل التدفق المحقق منها حوالي 560 برميل نفط يوميا متوقعة أن يرتفع معدل الانتاج عند استبدال المضخات ذات المعدل المنخفض إلى أخرى ذات تدفق مرتفع وعن بئر زلطن أكدت المؤسسة الانتهاء من أعمال حفر البئر التطويرية والذي حقق معدل تدفق طبيعي بلغ 1100 برميل نفط يوميا وعلى عمق 57 ألف أو 5794 قدما نقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شوكشك خلال الشماء مع ميد بلدية زنتان ووفد من أعيان المدينة الملفات الخدمية داخل المدينة وعلى رأسها مشروع تنفيذ مستشفى الزنتان العام الذي يسع لمائة وعشرين سريرا واستعرضت الإدارة المختصة بالديوان بعض الملاحظات التي تم رصدها على العقد الموقع ما بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والشركة المنفذة لهذا المشروع كما تم مناقشة تنفيذ مشروع إمداد المياه إلى الزنتان وباقي المدن بالجبل الغربي من المنتظر أن تعتمد حكومة الوحدة الوطنية خطة لتفادي نقص القمح بالنظر لتأثيرات أزمة أوكرانيا على مخزونات الحبوب في ليبيا علاوة على توقف عدد من مشاريع الانتاج بسبب الأوضاع الأمنية السابقة مزيد التفاصيل في التقرير التالي تفاديا لنقص القمح تعمل حكومة الوحدة الوطنية على وضع خطة منتظرة وفق ما أكده مدير إدارة شؤون الخارجية والتعاون الدولية بوزارة الخارجية الطهر باعور الذي أكد أن ليبيا ستتأثر بشكل مباشر باعتبار أن أوكرانيا وأوروبا شرقية مصدران رئيسيا لتوريد القمح للبلاد ومن جهته وصف مدير التخطيط في هيئة الحبوب أحمد السنوسي انتاج الحبوب بالضعيف في جدا هذا العام محذرا من أنه لا يغطي إلا جزءا قليلا من الاستهلاك المحلية باعتباره لم يتجاوز 30 ألف طن مرجعا هذا الضعف إلى عدم اهتمام الدولة بإنتاج الحبوب الذي يشكل أساس الأمن الغذائية للبلاد هذا وانوه السنوسي في تصريح النعلامية إلى توقف مشاريع مكنونة وبلجوج وغيرها من خطوط إنتاج الحبوب الحكومية منذ سنة 2011 والتي تعتبر من أكبر المشاريع الزراعية في البلاد بسبب الإهمال وسوء الإدارة ومن جهته أكد رئيس المركز الوطني للإرشاد والتعاون والأعلام بوزارة الزراعة التابعة لحكومة الدبيب أحسين بشير أن مشروعي الكفر والسرير أبرز خطوط الإنتاج الحكومية في ليبيا حيث بلغ إنتاجها نحو 19 ألف طن خلال السنوات الماضية لكنه تراجع بعد أحداث 2011 إلى خمسة ألف طن سقط داعيا إلى الاهتمام ببقية الخطوط الحكومية عبر وضع خطة استراتيجية طويلة المدى يقع من خلالها زرع المشاريع المذكورة سالفاً وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد خلال القمة الروسية الأفريقية لقادة دول القارة السمراء قدرة موسكو على استبدال صدرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا وستكون مستعدة لبدء توريدها مجاناً إلى ست دول خلال مدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر ودولياً لم يعد القمح وحده ما يقلق العالم بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية واستهداف موانئ التصدير الرئيسية وأن ما يدخل الأرز قائمة السلع المرجح نقص المعروض منها وارتفاع أسعارها وسط حذر متتال من الدول لتصديره ما يثير قلقاً متزايداً لدى الدول المستوردة بخصوص في منطقة الخليج العربي وهو مدع حكومات إلى إصدار بيانات حول حجم احتياطاتها من الأرز الذي يعد الوجبة الرئيسية فيها وفرضت الحكومة الروسية السبت الماضي حذراً على تصدير الأرز حتى نهاية العام الجاري مبررة ذلك بالحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية وذلك بعد يوم من إعلان الإمارات أيضاً إيقاف تصدير الأرز وإعادة تصدير تصديره لمدة أربعة أشهر وبما يشمل الأرز هندي المنشأ والحظر يشمل أيضاً جميع أصناف الأرز مثل الأرز الأسمر الأرز المضروب كلياً أو جزئياً والأرز المكسور وجه ذلك في أعقاب قرار الحكومة الهندية في يوليو الماضي وقف تصدير الأرز الأبيض غير البسمة والمكسور في ظل زيادة الأسعار وبعدما ألحقت الأمطار الموسمية أضراراً كبيرة بالمحصول ويمثل تصدير الأرز الأبيض غير البسمة أكثر من نصف كمية الأرز المعدة للتصدير في الهند وتنتج الدولة أكثر من أربعين بالمئة من صادرات الأرز العالمية ما يثير مخاوف من تضخم هائل وشحن حاد في المعروض بأسواق الغذاء العالمية ووفق بيانات حديثة صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية قفز استهلاك الأرز خلال عام 2022 إلى 517 مليون طن مقابل نحو 461 مليون طن في عام 2022 2023 وأشارت البيانات إلى أن الهند أكبر مصدر للأرز في العالم بكميات تبلغ 22.5 مليون طن تليها تايلندا 8.5 مليون طن الفيتنام ب7.5 مليون طن باكستان ب6.3 مليون طن والولايات المتحدة ب2.1 مليون طن وقفزت أسعار الأرز العالمية في أسيا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث أعوام نهاية الأسبوع الماضي حيث ارتفع سعر الأرز التايلندي الذي يعتبر سعر الأرز المرجعي في القارة إلى 572 دولار للطن الوحد وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020 ووفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد مصادرية الأرز التايلندي ويمثل الارتفاع الأخير زيادة بمقدار 7% عن السعر قبل أسبوعين كما ارتفع سعر الأرز الفيتنامي إلى 558 دولار للطن الوحد ويتوقع محللون أن يرتفع الأرز الفيتنامي إلى 600 دولار للطن خلال أغسطس الجاري ووفقا للمعهد الدولي لبخص السياسات الغذائية فأنه إذا اتخذت الهند إجراءات أكثر سرامة في حظر الأرز فقد تكون له تداعيات كبيرة على البدانة التي تعتمد حاليا على الواردات من الهند ويأتي الحظر المتتالي الذي تفرضه الدول على الأرز وسط توقعات باتساع رقعته في الفترة المقبلة ويتوقع تراجع مخزونات العالم من الأرز بنسبة تبلغ 5% لتصل إلى 173.5 مليون طن هذا الموسم وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية ودفع القلق المتنامي من اتساع رقعة حضر تصدير السلع الغذائية بعض حكومات الدول المستوردة للغذاء إلى الإعلان عن كفاية مخزونها من الأرز وسلع أخرى في دول مجلس التعاون يعتبر الأرز جزءا أساسيا من الوجبات الرئيسية إلى جانب القمح وبلغت سوق الأرز في دول مجلس التعاون 1.6 مليار دولار في نهاية عام 2022 ومن المتوقع أن يترتفع إلى 1.7 مليار دولار في عام 2028 وفق منظمة الغذاء العالمية وتعد الكثافة العالية للمغتربين من آسيا في الدول الخليجية أحد عوامل زيادة الطلب على الأرز في دول المنطقة تقرير حديث للبنك الدولي حذر من أن الجوع لا يزال في العالم أعلى بكثير من مستوياته ما قبل جائحة كورونا حيث أن التقديرات تشير إلى أن ما يتراوح بين 690 و 783 مليون شخص في العالم عانوا من الجوع في عام 2022 وهو ما يزيد بمقدار 122 مليون شخص على مستوى ما قبل الجائحة فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلاس مساء الخير أهلا بكم من جديد اقتصاد بلاس متواصل والآن ناخذكم إلى جولة في محل بيع الملابس الرجالية بترابلس توادع لنا السروال الرصاصي هذا في منا 8 ألوان أسعار 95 صيفي جماس صناعة تركية خامة ومتازة فيها موديلة ثانية زي كاجول فيه الطلياني وفيه تركي أسعاره 120 هذا تركي في منا ألوان فيه الطلياني موديلة ثانية هده 120 سعر فيه عندنا موديلة الثانية تيشيرتات فيه موديلة تسرويل توتا فيه توزي هذا هدو لغماش نظام توتا هدو أسعار 45 فيه أسعار 75 وعندنا الشيرتات تركبة فيه 65 وفيه 85 هذه 85 تو فيه عند كيكي تو أسعار 75 خامة ممتازة كولتي ممتاز ضاع التركية فيه كيكي فزي هذا خامة تركية أسعار سعر 45 دينار فيها سرويل توتا هذا سعر 75 دينار فيه منها مجموعة تشكيلات تكتب من 15 تشكيلة ضاع تركية خامة ممتازة فيه عندك سرويل تركيات فيه هذا خامة ممتازة ضاع تركية هذا سعر 125 فيه موديلات ثانية سعر 95 وهذا بالنسبة للأحدي التركية تضاع جلد تركية أسعار 120 دينار خامة ممتازة تشطيب نضيف كله نفس السعر 120 دينار تضاع تركية هذا 125 دينار عندك هذا الزوز 108 جلد طليان باقي هذا فيه عندك القمصان فيه أسعار 85 دينار فيه 85 95 فيه نهاية اقتصاد شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة